إنجل الليل وكشف الصباح عما خلفه جنود الاحتلال من تدمير وتخريب في منزل الأسير أكثر مخليل في بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام زوجته وطفله قبيل اعتقاله الباب خلعهمة كانوا واقف وراء الباب دعوا بطحوا هنا بالضبط وبلشوا تلقائيا ببلشوا يضربوا فيه جيت أنا دخلت عليها طلعت زوج دو ابن الصغير ونزلت امتحت دخلونا احنا الاثنين على غرفة جوة هناك لحالنا وما كانوا يحكوا أصلا يعني ما تعمدوا يحكوا يعني كانت تلقائي بس ضرب 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 ما تعمدوا يحكوا ولا كانوا يسألوا عن إشي أصلا يعني بس داخلين يضربوا يعني بشكل شبه يومي تشهد محافظة الخليل عمليات اقتحام وتنكيل واسعة ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين ساعة ستة ستة ونصة كشي طلعوا عليها على البيت على أول طابق وين ولادها قلت له فيش عندي ولادك ولادي فوق مساكنين لحالة مكان قال فلان أكثر من أحمد وين قلت له فوق طلعوا فوق دالحقهم قال لا من متلحقهم تخليك محلك تبدأ طلع عندك في حر معيانة ما حولها صغار ما حكا قال لا طلعوا على مين على الطابق الثاني اللي فيه إحمد السدافة اللي حصلة صباح هذا اليوم قبل جنود الاحتلال لمنزل المواطن يوسف حسن خليل ليس هو الأول ولا الأخير يعني مداهمات الاحتلال أصبحت بشكل يومي وتكرر في معظم أحياء البلدة سواء في ساعات الليل وساعات النهار يعني زادت عمليات اقتحامات الاحتلال وخاصة عندما يكون الأمر متعلق بمستوطنة كرم السور جنوب يتمر يعني منذ إزالة البرج العسكري عن مدخل يتمر زادت اعتداءات الاحتلال من عمليات اعتقال وعمليات تخريب داخل المنادل وحسب بيانا لنادي الأسير فإن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول الماضي بلغت نحو عشرة آلاف حالة اعتقال تشمل من تم اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهاء وعودم سامي تلفزيون فلسطين بيت أمر شمال الخليل